توقعات بارتفاع عديد ضحايا الزلزال إلى 20 ألف شخص وسط صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ بعد تلميحها بدخول النيتو منفردة هلسينكي تأمل الانضمام للحلف مع ستوكول نرحب بكم مشاهدنا إلى نشرة أخبار الكمبيس معكم هديل إبراهيم لقي أكثر من خمسة آلاف شخص مصرعهم وتجاوزت الإصابات الأربع وعشرين ألف حتى الآن بعد زلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وحذرت منظمة السحة العالمية من أن عدد القتلى قد يصل إلى أكثر من عشرين ألف شخص في الأيام المقبلة وصل عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من ألف وثلاثمائة حالة وفاء وألفي إصابة أما في تركيا فوصل العدد إلى أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة متوفي وتجاوزت الإصابات لعشرين ألف شخصا ولتزال مئات العائلات محاصرة تحت المباني المنهارة وتجري أعمال الإنقاذ المكثفة في عدة مواقع ويواجه المجتمع في المناطق المتضررة من تركيا وسوريا تحديات هائلة هذا وفقا لطبيب الكوارث يوان فون شريب الذي يعتقد أننا لم نعرف بعد أي رقم قريب من العدد الإجمالي للقتلى فيما انهارت آلاف المباني أو تضررت في منطقة كبيرة نسبيا تم تبدو عبر كل من تركيا وسوريا وفي سياق متصل ستحدث زلازل جديدة أقل قوة في تركيا وسوريا لعدة أشهر قادمة ولكن ما زال يتعين رؤية مدى خطورة حدوث زلزال أقوى جديد وحذرت منظمة الصحة العالمية بعد ظهر يوم الاثنين من أن جهود الإنقاذ تزداد الصعوبة بسبب الهزات الارتدادية العديدة يخطط حزب نيانس لتعليق دوما تمثل رئيس الليبراليين يوان باشون ورئيس ديمقراطي السويد استي ييمي أوكسون خارج مبنى البرلمان يوم الأحد الثاني عشر من فبراير احتجاجا على سماح السويد بحرق القرآن وعلق رئيس حزب الليبراليين يوان باشون على خطط حزب نيانس ورئيسه ميكيل يوكسل لشنق الدماء بالقول إن هناك أشخاص لا يريدون أن يكونوا جزءا من المجتمع السويدي ويعتقدون أنه يجب علينا تغيير دستيرنا ويرى باشون في هذا الإجراء أنه تعبير عن نزعة انفصالية تزداد قوة في السويد وأضاف رئيس حزب الليبراليين أنه من المحزن أن يكون لدينا مثل هذا المناخ الاجتماعي حيث يعمل المتطرفون في اتجاهات مختلفة لخلق حالة من عدام الأمن ويعتقد أن نيانس اختاره لأنه يقف وراء حرية التعبير السويدية بكل وضوح هيلسينكي تأمل عملية تصديق سريعة لكل البلدين السويد وفنلندا في حلف جمال الأطلسي نيتو وفي الوقت نفسه قال وزير الخارجي الفنلندي بيكا هافستو خلال لقائه اليوم مع نظيره السويدية بياس بيلستروم في هيلسينكي إن الإجابة عن سؤال انضمان فنلندا وحدها لحلف الناتو يكاد يكون من المستحيل الإجابة عليه فيما قال بيلستروم يجب أيضا على المرء أن يحترم أن عضوية الناتو هي مسألة وطنية في كل دولة وفي الوقت نفسه أكد الطرفان أنهما يعتزمان الحصول على عضوية الحلف معا وقال بيلستروم تظهر تركيا بوضوح أنها تنظر إلى طلب الناتو الفنلندي بشكل أكثر إيجابي من السويدي وتتخذ تركيا قراراتها الخاصة ويجب أن يأخذ ذلك في عين الاعتبار وخلال زيارة الرئيس الحكومة ألف كريستشون إلى إستونيا وليتوانيا جددت إستونيا تأكيدها دعم الدخول المشترك للبلدين في الحلف أعلنت وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش عدم قدرتها على تحديد موعد دفع الحزمة الثانية من دعم الكهرباء للأسر وقالت بوش في اجتماع غير رسمي للاتحاد الأوروبي خارج توكولم لقد أحرزنا الآن تقدما في عملية الموافقة على الحزمة الثانية من دعم الكهرباء والتي ستصل إلى جميع أنحاء السويد ومع ذلك تقدر بوش أن عملية الحصول على حزمة دعم الكهرباء الثانية يمكن أن تتم بشكل أسرع مقارنة بحزمة الدعم الأولى وقالت إنها ميزة أننا قمنا بذلك الآن في حزمة واحدة وفيما يتعلق بدعم الأعمال التجارية فإن الكرة موجودة حاليا في ملعب مفوضية الاتحاد الأوروبي كما تشير إيبا بوش حيث قالت هناك أيضا قطعنا شوطا طويلا في هذه العملية ولكن نظرا لحقيقة أننا بحاجة أيضا إلى عمل المفوضية الأوروبية فمن السابق لأوانه تحديد موعد هناك على ضوء المستجدات في تركيا وسوريا بخصوص الزلزال تواصلت الكمبيس مع مصلحة الهجرة لمعرفة فيما إذا ستتخذ السويد مواقف جديدة للنظر في ملفات الأشخاص من مناطق الكارثة وذكر متحدث من قسم الصحافة للمصلحة الحكومية عبر الهاتف أنه لم ين المبكر اتخاذ أي قرارات في هذا الخصوص وقد مر على الكارثة يوما وأوضحت مصلحة الهجرة لاحقا برسالة إن مهمة مصلحة الهجرة السويدية تتمثل في التعامل مع الحالات المتعلقة بتصريح الإقامة إن دعم السويد لتركيا هو أمر تتحمله السلطات الأخرى حتى إذا كان لدى المواطنين الأتراك طلب لدى مصلحة الهجرة فإن السلطات التركية هي المسؤولة عن مواطنيها عندما يكوننا في تركيا نهاية النشرة مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن الاستماع إذا أردتم الحصول على مزيد من التفاصيل زروا مقعنا الكمبيس.س كما يمكنكم الاستماع إلى النشرة على منصات البودكاست المختلفة إلى اللقاء